السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعطيكم ألف ألف عافية طلبنا الأعزاء اليوم راح ناخد تمرين جديد لـ Future Time أو Future Forms في الأكتيفتي بوك التمرين موجود عنا في الـ Workbook هو عبارة عن Exercise No.3 موجود في الـ Workbook السؤال بيحكي لك هذا عبارة عن إيميل يا جماعة الخير بدنا نستخدم فيها أول نفي منها اللي هي اختصار أو وبنعرف أو 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 قاعدة أو قاعدة المضارع البسيط نقول بسم الله الرحمن الرحيم هاي نتاشا إذا المخاطب عندي هون مين؟ نتاشا Are you going to come to the school leavers party؟ أنتو بتكون تيجوا على أو بدك تيجي على حفلة المغادرين أو يطلعوا من المدرسة اللي هم الخرجين مثلا فهون بتكمل إت فراغ next week رايحة تكون متى؟ رايحة تكون تكون الأسبوع المقبل إذا هون بدي أستخدم هذا عندي موعد محدد يا جماعة بدي أستخدم أي قاعد لما أنه موعد محدد أستخدم قاعد simple present صح ولا لا؟ وبالتالي it is it is next week راح تكون إيش؟ الأسبوع المقبل I hope تذكروا الكيوورد I hope كنا نحلها على إيش؟ I hope so I will I إيش I will be glad to see you there أنا راح أكون كثير مسرورة إني أشوفك هناك تمام؟ راح أكون كثير مسرورة إني أشوفك هناك if you are coming يعني إذا إيجيتها راح أكون كثير مسرورة هاي عندي جملة شرط يا جماعة لكن هو قالب ومبلش بالman close بعدين if close وزي الجملة اللي حلينها هقبة شوي عندي هنا present فاستخدمنا لهو الموضع well تمام؟ it for all sounds as if it's going to be really good party and for once we for all ركزوا معي have to wear the school uniform إذا إزي المدرسي طيب الآن I for all wear my new عيد clothes فعلياً أنا هاي الفعل طبعاً يا جماعة مش لازم أو عفواً هنا أنا رايح ألبس ملابس العيد الجديدة رايح إيش؟ رايح ألبس ملابس العيد الجديدة نشوف رايح تلبس ولا مش رايح تلبس ملابس العيد ليش؟ خلينا نشوف عشان نعرف هنا مطلوب مني مثبت ولا نفي الآن إحنا راح نستخدم قاعدة البي going to رايح نستخدم قاعدة إيش؟ رايح نستخدم قاعدة البي going to لأنه هذا عبارة عن إيش يا جماعة الخير؟ هذا عبارة عن تخطيط هذا كلاته عبارة عن إيش؟ عن تخطيط because I think they are too formal لأن أنا شايفهم كثير رسميات طبعاً إنهم ملابس رسميات هي رايحة ترتدي هاي الملابس ولا مش رايحة ترتدي هاي الملابس لأنهم رسميات لأنهم ملابس رسمية جداً تمام؟ وبالتالي I am I am not I am not going to I am إيش I am not going to wear my new eight clothes because I think they are too formal ما راح ألتدي ملابس العيدة نوصلهم رسميات كثير فكيف تطلع على حفلة زي هيك مرتبة تمام؟ ألبس ملابس رسمية ما بيزبط what فراغ you wear what فراغ you wear what إيش فراغ you wear بما أنه أنا عندي هنا تنظيم يا جماعة الخير إذن what are what إيش what are وليش استخدمنا are لأنه عندي إيش البروناون هنا يا جماعة إلا هو البروناون you what are you what are you going to wear شو رايحة ترتدي what are you going to wear إيش رايحة تلبس في الحفلة تمام؟ فبتقول according to Mrs. Najjar حسب ما حكت إنا اللي هي Miss النجار شكرا مديرة المدرسة we far have to we far have to pay for our food إحنا مش تازم ندفع عشان الأكل تعنا وبالتالي we want we we want have to pay for our food or anything else it will be lots of fun I think love سارة كل الاحترام والحب سارة هيك إحنا خلصنا هذا التمرين بنشوفكم المرة الجاي إن شاء الله في تمرين أخرى موجود بالاكتيفيت بوك بارك الله فيكم ويعطيكم ألف ألف عافية حسة ضريفة خفيفة لطيفة أسرع من هيك ما فيه السلام عليكم